مرحبا وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من بودكاست ببزنكة أنا علي ورجعت لكم اليوم بأحدث الأخبار والتطورات عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بحلقة اليوم سنحكي عن النجاح كبير لشركة سناب بفضل المميزات الجديدة بالذكاء الاصطناعي والدراسة بتوضح كيف ممكن للذكاء الاصطناعي أنه يغير متصوراتنا عن جاذبية الأشخاص كمان هنا أخبار عن خطة جديدة لشركة متا لبناء محرك بحث خاص فيها وأعلام من جوجل أنه ربع عمليات البرمجة الكودز اللي عند تكتب عندهم صارت عن طريق الذكاء الاصطناعي وآخر خبر معنا اليوم سيكون عن ميزة أبل انتليجنس اللي يبدو أن المستخدمين ومنهم أنا عم ينتخدوها خلوكم معنا لتعرفوا التفاصيل أول خبر معنا اليوم عن شركة سناب والنجاح اللي حققته بفضل الذكاء الاصطناعي والمستخدمين المدفوعين شركة سناب شافت ارتفاع بقيمة السومها بنسبة 10% بعد الإعلان عن إيرادات الربع الثالث اللي فاقت توقعات المحللين ووصلت لـ 1.37 مليار دولار بزيادة 15% عن السنة الماضية هالنجاح إجاب يفضل مجموعة من الميزات الجديدة المعتمدة تماما على الذكاء الاصطناعي مثل ميزات الصور المركبة والطرق أفضل لضخص المحتوى لكل المستخدم باستخدام التعلم الآلي مدير الشركة إيفان شبيغل قال أن الجهود اللي يبزرواها هون لتحفيز التفاعل عم تبلغ 30 نتائج ملموسة كمان زادت عدد المستخدمين النشطين يوميا بـ 11 مليون خلال الربع الثالث والمنصة صار عندها هلأ 443 مليون مستخده بس رقم هالزيادة بتبقى قاعدة مستخدمي سناب صغيرة بالمقارنة مع متا اللي عندهم 3.3 مليار مستخده وتيك توك اللي عندهم أكثر من مليار مستخده يعني المنافسة قوية وسنا تحاول تثبت وجودها خبر مثير الاهتمام معنا اليوم بخصوص تأثير فلات الوجه المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على الجاذبية دراسة جديدة من جامعة غلاسكو تقول أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتغيير ابتسامات الأشخاص بشكل فوري يعني لايف خلال جلسات التعارف سريعة وجد أنه تغيير الابتسامة ممكن يخلي الأشخاص يحسوا أنهم أكثر جاذبية للطرف الثاني يعني لما زادوا الابتسامة الأشخاص صاروا يعتقدوا أنه اللي قدامهم واجب فيهم بشكل أكبر طبعا بعد انتهاء التجربة تم التوضيح للمشاركين أنه الوجوه عم تتغير بفضل فلتر الذكاء الاصطناعي وهالشي فتح نقاش حول تأثير هذه التكنولوجيا على انطباعاتنا وعلاقتنا ننتقل هلا لشركة ميتا وغضتها الجديد إلى دخول عالم محركات البحث تقرير جديد بيكشوف أنه ميتا عم تشتغل على تطوير محرك بحث خاص فيها معتمد على الذكاء الاصطناعي لتتحرر شوي من الاعتماد على جوجل ومايكروسوفت هالمحرك رح يقدم ملخصات للبحث حول الأخبار والأحداث الحالية وهذا الشيء ممكن يشكل منافسة قوية لجوجل خصوصا أنه عندهم قاعدة بيادات عم تكبر بسرعة وكما ميتا وقعت اتفاقية مع وكالة رويترز لتحصن على حقوق استخدام مقالاتها ضمن إجابات الشاتبوت طبعا هذا الشيء يأتي مع أعلان مارك زاكربيرغ مؤخرا بأن الشركة تدرب الجيل الجديد من نموذج لاما على وحدات معالجة رسومية GPUs ضخمة تتفوق على كل ما سبق حسب قوله والهدف من هذا الشيء هو رفع قدرة النموذج وتحسينه تجربة غير موفقة للمستخدمين مع ميزة الذكاء للصناعي الجديدة من أبل ميزة أبل إنتليجنس التي صارت متاحة بنظام iOS 18.1 وiPadOS 18.1 وMacOS Cicoya 15.1 تقدم أدواء جديدة للكتابة وتلخيص الرسائل والتفاعل مع سيري لكن يبدو أن التلخيصات التي تقدمها الميزة ليس دائما دقيقة إذا فعلنا الميزة على تليفوناتنا تصبح فوق الإشعارات تعيد الرسائل والتطبيقات تقدم ملخص عن الأشياء المهمة أحد المستخدمين على تيكتوب شارك تجربته وقال أن التلخيص كان مضلل بعدما وصلوا إشعار يقول أن بيت العيلي عنده غري لا يتبين لاحقا أنه كان مجرد إنذار وتم تدارك المشكلة بوقتا هذه التجربة أثارت انتقادات من عدة مستخدمين وقالوا أن النظام لسه بحاجة للتحسين أنا فعلت الخدمة من النظام التجريبي من شهرين تقريبا وحسيت أنه تأثيرها ضئيل جدا لا يذكر بالمقارنة مع اللي عم تقدموا الشركات الثانية بس أعتقد أنه أبل عم تعتمد على ولاء المستخدمين وتقديمها الخدمة عبر أجهزتها الأكثر نجاحا هو السبب اللي بخلينا نستخدمها لأنه قدراتها محدودة فعلا وآخر خبر معنا اليوم عن جوجل وكيف الذكاء للصناعي عم بيساهم بكتابة البرمجيات الكوتس فيها المدير الترفيذي لجوجل سندار بيتشاي صرح أنه أكثر من 25% من الكوتس الجداد اللي عم يكتبوا بجوجل صار بيتم توليدهم عن طريق الذكاء الاصطناعي هالشي طبعا بيزيد الانتاجية وسرعة العمل وبساعد المهندسين ليخلصوا مهامهم بشكل أكثر فعالية وأقل وقت بيتشاي ذكر أنه جوجل مستفيدة كثير من استثماراتها بالذكاء الاصطناعي وهالشي واضح من تطويرهم الأدوات مثل الجيميناي والبحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من بودكاست بازينغا خبرونا شو رأيكم شو أكثر خبر اللي فات انتباهكم لا تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي وتزوروا موقعنا بازينغا.ai لتتعرفوا على أحدث الأخبار والتحليلات عن الذكاء الاصطناعي شكرا على استماعكم بشوفكم برحلقة جاية سلام